مكتب أهدافي ممكن أكتب أهداف كتيرة جدا جدا ولا برضو أكون محدد بالجزئية دي هو إحنا بيهمنا ست أنواع من الأهداف حاجة اسمها المجالات الخمسة الأساسية والمجال التحفيزي وده يعني هقول هو إيه ببساط إحنا محتاجين هدف في الجانب الديني في الجانب المهني في الجانب العلمي في الجانب المالي في الجانب الصحي وده كل واحد بقى ومخه إذا فيه ناس بتميل للمرونة أكتر يبقى أوكي ما فيش داعي قوي أنه يكتبه طيب فيه ناس بتحب التنظيم وكتابة بالنسبة لها بيحط له خطوات محددة اللي هو زي ما احنا بقى بنقول بقى التخطيط الكلاسيكي اللي هو بقى هحدد الهدف وقسمه لمحطاته وانا حققت الدقيه وفضلي كمف المية برضو أوكي لأن هنا احنا متفقين أن الناس مش زي بعض الشخصيات متنوعة والجانب اللي هو بقى 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 كل دول اللي هو بنسميه self care أو الاهتمام بالذات لو أنت لما بتحب تتبسط بتعمل إيه زي مثلا هنلاقي مثلا في العلاج الجدلي فيقول لك الله يعمل مثلا قائمة السعادة إيه هي الأفعال اللي بتحقق لك درجة من درجات المتعة أو السعادة بشرط أنها ما بتخلفش معتقداتك اللي هي المعتقدات الدينية مش بتحطك في مخاطر مش بتحط الآخرين في مخاطر وأن أنت تقدر تعتمد على نفسك فيها مش لازم تستنى الظروف فالجانب ده مهم فيه مثلا ناس يقول لك والله أنا لما بقعد في البيت وسط أولادي أنا بتبسط يعني يقول لك دي الدنيا وما فيها بالضرط وساعات بيبقى أفعال بسيطة جدا يعني بلاقي مثلا واحدة لما بنقعد مثلا نتكلم لسه شاب صغير تقولي والله لما بحاول ألف الترحة بطريقة جديدة أنا بفرح جدا فهنا بيهمنا أنها تبقى سلوكيات بسيطة إيه الهدف من الجانب السادس ده أو اللي هو العناية بالذات إيه الهدف بتاعه إن الموبايلات الحديد لازم تشحن عشان تكمل فما بلنا بقى بالإنسان إلى جانب إن بنقلل التوتر لأن أنت يومك بيبتدي يتقسم إن أنت عندك سلوكيات يومية بتحقق لك نوع من أنواع السعادة والتحفيز الإشكالية الوحيدة هنا لما الناس بتخلي السيلف كير زيادة عن سبع وقت العمل فجدلا الوضع الطبيعي بيمشي إزاي لو أنت اشتغلت سبع ساعات يبقى أنت محتاج ساعة للسيلف كير لكن أكتر من كده ممكن نخش في الإهدار يعني بمناسبة للحكاية دي في مؤسسات بتديلك بريك في وسط العنال عشان تقدر تستجمع قواك وترجع تأدي بنفس الكفاءة اللي بدأت بها اليوم ده حقيقي ودرجة أن دول كتير عاملة فكرة البريك أو الاستراحة الزام قانوني لشركات القطاع خاصة في بعض الدول لازم ساعة البريك والله دي من الحاجات اللطيفة جدا هي مش رفاهية ولا هي طرف ولكن دي بتديلك برضو إعادة طاقة من جديد عشان تبدأ تكمل يومك زي ما بدأت بنفس القوة وبنفس النشاط